هو طبعا هددني تحت السلاح والدولة رفع عليه السلاح وتم الاعتداء علي جنسيا بغداد موظفة تعمل في أحد المصارف تعرفت على شخص نصحها بأنه بإمكانها الحصول على قرض لغرض شراء منزل فعلا حصلت على هذا القرض 60 مليون وأعطت المبلغ مقابل مكاتبة بينهم هذا الشخص احتال عليها وأخذ المبلغ كامل فقامت برفع دعوة نصب واحتيال ضدها بعدها اتصل بها وطلب من أدها أن تحضر إلى مكان معين أو بيت أهلها فتم اختصابها وتصويرها وطبعا بعد هذه الحادثة ومن سمع زوجها توفى زوجها أثر تلك الصدمة تم الحكم عليه بسجن لمدة سنة إلا أنه خرج بعد شهرين بحسب ادعاءها طبعا هذه السيدة هي من الديانة المسيحية الكريمة في العراق وتحدثت عن ما حصل وياها وما عانتها خلال هذه الفترة على مر هذه الأشهر وكانت القصة مؤلمة دعونا نشوف أنا أمرأة مسيحية قصتي بدأت من 2017 تعرفت أنه زوجي على شخص هو منتسب في وزارة الداخلية قام بإقناعنا بشراء لنا دار سكن أو قطعة أرض اللي كنا نقاعدين إيجار قدره 600 ألف فقمت بسحب المبلغ القرض من المصرف المعني اللي أعمل به مبلغ 60 مليون أعطينا المبلغ أنا وزوجي وسوينا مكاتبة بيناتنا على القطعة للأرض أو دار السكن فبعد مرور فترة من نطينا المبلغ استدعينا قلنا لأنه جيب المبلغ أو السند قام يتهرب فمن يتهرب قام بتهديدي بالموبايل فلذلك قمت بدأ بالدعوة في مركز الشرطة 12 عشرة 2019 وبعد ذلك قمنا باتصال معه هو وأنا وزوجي فقال تعالي للبيت بحي الجامعة وبيت أهلي تلقيني المبلغ هناك 60 مليون فرحت دقيت الباب طلعت لي أخته أو زوجته وأمه وبعد ذلك هو أجل فهو طبعا هددني تحت السلاح والدولة رفع علي سلاح وتم الاعتداء علي جنسيا من رجعت من بيت أهلي بحي الجامعة جات قتلى الزوجي بالقصة قتلى ترى اعتداء علي جنسيا وقدام أهلي وموجودين وسحب السلاح علي فمن سماع بهذه القصة والتفاصيلها فرأسا زوجي حالة الصحية تدهورت وتوفى بعد ما رفعت علي قضية بالمحكمة وفق مادة 456 اللي نحكم عليه مدة سنة جوي أهلي علي قالوا لي ننطيج 20 مليون وتنازلي عن الدعوة فبوقتها ما وافقت لأنه المبلغ يعني مو مال 20 مليون هو أكثر 60 مليون فبعد ذلك قام يشوه سمعتي وينشر فيديووات تخصني للعالم على مدة شسمة أتنازل عن الدعوة وكل مرافعة أو كل جلسة تصير بالمحاكم يجي على أبني يضربه ويطلع طلع وراء قرار التمييز طلع وراء الشهرين والأمور عادية طبيعية يمو ويقول لي أنت فاد وحدة مسيحية وش تريدين سوين روح يسوي مناشتي هي أنه أناشد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس القضاء الأعلى بالنظر بحالتي وأطلب منكم باسترجاع المبلغ لي ومن قبل القضاء بخصوص قضيتي علما أنه أنا صاحبة أي تام فأطلب من وزير الداخلية أنه هو منتسب عدكم قام بالنصب واحتيال علي ورفع السلاح والاعتداء علي جنسيا فأطلب من حضرتكم أنه تأخذون إجراء اللازم بحق هذا المنتسب بالنظر بقضيتي حيث قام يعني باستغلالي باستغلال نفوذه في المراكز الشرطة ورفع قضايا كيدية بحقي وانسرقت فلوسي وتم الاعتداء علي وتهديدي وضرب ابني وخسرت زوجي علما أني لدي تأجيل مكالمات وشهود وتعهد خطي بالمبلغ فيا مجلس القضاء الأعلى أطلب منكم بإنصافي بالموضوع القضاء يا مالتي اشتركوا في القناة